اشتركوا في القناة الوفيزيائية والتكنولوجيا هذا الموضوع يتكون من وضعيتين وضعية الأولى على عشر نقاط والوضعية الثانية أيضا على عشر نقاط نبدأ بالوضعية الأولى على بركة الله والد أحمد مشهور ببيع المثلجات وفجأة تعطلت آلته فاضطر لأخذها إلى المصلح الذي بدوره قام بتفكيكها فاستخرج القطع الموضحة في الوثيقة واحد إذن سأضع لكم رابط هذا الموضوع أسفل الفيديو أي في صندوق الوصف قبل أن تبدأ بالحل معي عزيزي التلميذ قم بتحميله والمحاولة فيه ومن ثم الرجوع إلى الفيديو ومتابعة الحل ومقارنة الحل الذي قمت به أنت مع الحل الذي سأقدمه لك حتى تتمكن من معرفة مستواك وتقيم نفسك بنفسك إذن نبدأ بالسؤال الأول حسب رأيك أين يكمن الخلل إذن نلاحظ الوثيقة واحد جيدا يجب عليك عزيز تلميذ ملاحظة الوثيقة جيدا إذن لدي هنا الآلة المتعلقة بصنع المثلجات ولدي شكل الثاني هنا الشكل الثاني متعلق بنوع أو طريقة من طرق نقل الحركة ركي جيدا عزيز تلميذ إذن نلاحظ أنه لدي ثلاث بكرات ولدي ماذا سير ونلاحظ هنا أن السير متآكل بعض الشيء وفي هذا المكان متقطع إذن لهذا نقول أن السير قد تآكل وتقطع لماذا نحن في مساوئ هذا النوع من طرق نقل الحركة تعلمنا أن من مساوئ هذه الطريقة أولا الإنزلاق ومن مساوئها أيضا العمل القصير نسبيا للسير لأن السير لديه مدة زمنية معينة من العمل ثم يجب علينا إعادة تغييره معناه الشخص الذي ينسى السير ولا يغيرها قد يقع في المشكلة التي وقع فيها والد أحمد وهي تآكل وتقطع السير إذن حسب رأيك أين يكمن الخلل سأبدأ في كتابة الإجابة خطوة بخطوة حتى تكون الإجابة واضحة إذن الوضعية الأولى دائما أقدم لكم النصائح أعزائي التلاميذ بتنظيم الورقة تنظيم الورقة مهم جدا إذن واحد أين يكمن الخلل؟ يكمن الخلل في تآكل وتقطع السير إذن هذا هو الخلل إثنان ألف ما هي طريقة نقل الحركة في هذه القطعة؟ إذن بما أنها من عناصر هذه الطريقة بكرات وسير إذن نقل الحركة بالسيور إذن اثنان ألف نقل الحركة بالسيور السيور معناها جمع سير بسم العناصر المرقمة إذن نبدأ بأول عنصر ركز زيدا عزيز التلميذ في العنصر واحد في الصورة غير واضحة جيدا إذن هناك سهم بهذا الاتجاه دائما عندما نجده قد وضع السهم في عنصر ما وركز زيدا أن هذا العنصر موصول بالمحرك هنا إذن العنصر الذي يوضع فيه السهم هو العنصر المسؤول على الحركة وبالتالي ما هو؟ هي العنصر واحد هو بكرة قائدة دائما يجب إضافة كلمة قائدة أو مقتادة مع اسم العنصر إذن بكرة قائدة إذن باء العنصر واحد بكرة قائدة لو طلب من التعليل نكتب لأنها مسؤولة عن نقل الحركة إثنان بما أن هذه القائدة معناه بالضرورة تكون إثنان بكرة مقتادة أو منقادة إذن إثنان بكرة مقتادة تسمى مقتادة أو منقادة ثلاثة ثلاثة هو السير ثلاثة سير إذن هذه هي تسمية العناصر الآن ثلاثة ألف اقترح حلا لتصليح هذه الآلة إذن الحل الوحيد لتصليح هذه الآلة هو تغيير السير بآخر جديد إذن الحل إذن ثلاثة ألف الحل هو تغيير السير بآخر جديد إذن بعد تصليح هذه القطعة أعد رسم الشكل إثنان موضحا جهة دوران العنصر إثنان إذن طلب مننا إعادة رسم الشكل إثنان موضحا جهة دوران العنصر إثنان مباشرة حتى لا أضيع الوقت أقوم بتوضيح اتجاه حركة العنصر إثنان في نفس الوثيقة ولكن أنت عليك عزيز تنميذ إعادة رسمها حتى تتمرن على ذلك إذن بما أن جهة حركة العنصر واحد أي الباكرة القائدة بهذه الجهة إذن الباكرة المقتدة تكون في نفس الجهة لأنه ربطا مستقيما قلنا في النقل الحركة بالسيور عندما يكون ربط مستقيم سأضع لكم مثال عندما يكون لدينا باكرتان ربط مستقيم هذا هو ربط المستقيم في الربط المستقيم يكون تكون نفس الاتجاه دائما أما عندما يكون ربطا متصالب هكذا ربطا متصالب السيل يكون بربط متصالب يكون باتجاهان متعاكسان هكذا يكون اتجاه بقرتان متعاكسان إذن في هذه الحالة بما أنه ربط مستقيم إذن يكون يكون حركة البكرة قائدة وبكرة مقتادة في نفس الجهة إذن نرسم له هذا الاتجاه معناه نفس اتجاه البكرة القائدة رابعا ما هي محاسن نقل الحركة في هذه القطعة إذن ذكرت مساوئها في الخالة الأول إذن من مساوئ هذه الحركة أو طريقة نقل حركة بالسيور الإنزلاق وأيضا تآكل وتقطع السير أي العمل نسبيا أو العمل قصير نسبيا للسير الآن سطلب منا ذكر المحاسن من محاسن هذه الطريقة أولا سهلة التركيب سهلة التركيب إذن سأكتب رابعا محاسن نقل الحركة بالسيور سيور إذن أولها أولها سهلة التركيب ثانيا من محاسن هذه الطريقة قليلة الضجيج لا تحت الضجيج قليلة الضجيج من محاسن هذه الطريقة أيضا تكلفتها منخفضة التكلفة المنخفضة أي اقتصادية من محاسنها أيضا لاحظ جيدا عزيزي التلميذ يمكن بواسطة بكرة واحدة تدوير عدة بكرات هذه من محاسن هذه الطريقة بواسطة بكرة واحدة يمكننا تدوير عدة بكرات إذن يمكن يمكن تدوير عدة بكرات بواسطة بكرة واحدة إذن هذه هي بعض محاسن هذه الطريقة من طرق نقل الحركة وهذا هو حل الوضعية الأولى الآن نتقل إلى الوضعية الثانية أحمد تلميذ يدرس في السنة الثانية متوسط بمناسبة تفوقه في الفصل الأول أحضر له والده هدية والتي تتمثل في دراجة فاستمتع أحمد بدراجته وركبها وذهب عفوا يتجول بها في طريق مستقيم أفقي كما يبينه السند واحد إذن لدي السند أحمد على طريق مستقيم ونلاحظ أن في الدراجة وضعت لنا نقطتين نقطة A هنا والنقطة B سأرسمها بلون مغاير هنا في هذا المكان نقطة B إذن واحد أرسم مصار نقطة A وبين نوع حركتهما بالنسبة للطريق إذن سأبدأ في حل الوضعية الثانية إذن واحد سأعيد رسم الشكل مبسط إذن لدي طريق مستقيم ولدي عجلة الدراجة إذن لا أرسم الدراجة بكاملها بل أرسم العجلة فقط إذن لدي النقطة A قلت سأرسمها بهذا اللون ولدي النقطة B في إطار العجلة إذن لدي نقطة A في مركز العجلة ونقطة B في إطار العجلة ركز إذن A في مركز العجلة وB في إطار العجلة إذن سأرسم مصار نقطتين إذن أولا أرسم له اتجاه الحركة إذن هذا هو اتجاه الحركة وهذا هو الطريق إذن ما هو المصار الذي ستتركه النقطة خلفها إذن ستترك خلفها مصار مستقيما هكذا من الأفضل أن ترسمها عز التنميذ المصار إذن مصار مستقيم لأن نقطة في مركز العجلة تترك خلفها مصار مستقيم وبالتالي ما نوع حركة هذه النقطة إذن النقطة حركتها بالنسبة للطريق حركتها مستقيمة إذن حركة مستقيمة حركة النقطة لا تأتي انسحابية حذاري متى نقول عن حركة أنها حركة انسحابية إذا قارننا بثلاث نقاط فأكثر أو نقطتين فأكثر أما نقطة واحدة تكون إما مستقيمة إما منحنية إما دائرية إذن نذهب الآن إلى النقطة الزرقاء النقطة الزرقاء أي النقطة لو نلاحظ جيدا أن النقطة ستصل حتى إلى الطريق ثم ترتفع إذن سيكون المصار هكذا وبالتالي هذا نسبة ضائرة معناه لو أكمل المصار من أسوأ الطريق ستصبح ضائرة إذن ما هو نوع مصار نقطة ب إذن مصار ضائري إذن النقطة ب بما أن مصارها ضائري إذن حركتها حركة حركتها ضائرية إذن هذا فيما يخص السؤال الأول جيد لو وضع لنا نقطة في الوسط هنا تكون منحانية تكون منحانية في المركز مستقيمة في الإطار الضائرية في الوسط هنا منحانية إذن هذه هي حركة نقاط أو تتبو حركة نقاط من عجلة الدراجة إثنان ما نوع حركة هيكل الدراجة بالنسبة للطريق إذن نوع حركة هيكل الدراجة بالنسبة للطريق إذن الهيكل بأكماله الآن حركة انسحابية مستقيم لماذا؟ لأن نفرض أننا سنضع على الهيكل ثلاث نقاط هذه النقاط الثلاثة ماذا ستترك خلفها؟ ستترك خلفها مصارات مثال نقطة هنا هذا هو الهيكل ونقطة هنا كل نقطة ستترك خلفها مصار كيف هو هذا المصار؟ مصار مستقيم إذن وبما أنه مصار مستقيم لو نقارن مسارات الثلاث سنجد أنها متطابقة وبالتالي نقول أنها حركة انسحابية مستقيمة لأن مسارات نقاطها الثلاثة مستقيمة ومتطابقة أو ومتماثلة هذا هو التعليد إليك قيم سرعة دراجة نارية خلال لحظات زمنية معينة بالجدول التالي إذن قدم لنا الجدول التالي يبين فيه قيم سرعة دراجة نارية خلال لحظات زمنية معينة ثلاثة مثل مخطط السرعة لحركة الدراجة باختيار سلة مناسب إذن هذا المخطط يجب رسمه بوسطة ورقة مليمترية أنا ليس الذي ورقة مليمترية إذن قمت بتخطيط الورقة على شكل ورقة مليمترية بحيث وضعت كل مربع فيه 31 أفقيا 31 عموديا إذن مخطط السرعة أولا ماذا يجب علي أن أفعل يجب علي رسم محورين محور أفقي ومحور عمودي المحور أفقي متعلق بماذا متعلق بتغيرات الزمن إذن T نلاحظ هنا بالثانية إذن نضع T بالثانية ونلاحظ أن السرعة بالمتر على الثانية إذن نضع عموديا المحور العمودي V بالمتر على الثانية إذن هذه هي الخطوة الأولى الآن الخطوة الثانية بما أنه لم يقدم لي سلة من الرسم يجب اختيار سلة من الرسم نلاحظ أن الأزمنة تتزايد بخمسة بخمسة ثانية صفر خمسة عشر خمسة عشر إذن ماذا أضع له هنا كل واحد سنتيمتر ماذا تقابلها كل واحد سنتيمتر تقابلها خمسة ثانية هذا فيما يخص المحور الأفقي إذن هنا سفر خمسة عشرة خمسة عشر عشرون أعلى قيمة وصل إليها إذن عشرون إذن نتوقف عند عشرون الآن عند السرعة الآن عند السرعة السرعة لو نلاحظ أنها من السفر ثلاثون ستون عشرون إذن أكبر قيمة هي عشرون إذن ماذا أضع له كل واحد سنتيمتر كم تقابلها إذن سأضع عشر عشر متر على الثانية كل واحد سنتيمتر فيها عشر متر على الثانية إذن هنا صفر عشر عشر ثلاثون أربعون خمسون ستون أعلى قيمة هي ستون إذن نتوقف عند الستون الآن نبدأ ب وضع نقاط معناه بالإسقاط كل زمن والسرعة التي توافقها إذن كل زمن والسرعة التي توافقها نبدأ بالزمن الأول ركز جيدا سفر سفر إذن أضع نقطة عند زمن سفر والسرعة سفر خمسة ثلاثون عند خمسة كم ثلاثون أضع نقطة عشر ستون إذن عند عشر كم ستون خمسة عشر عشرون إذن الله أركز جيدا خمسة عشر عشرون خمسة عشر عشرون إذن أضع نقطة هنا عشرون عشرون إذن عند الزمن عشرون عشرون أضع نقطة هنا الآن ماذا أفعل؟ أقوم بالتوصيل بين النقاط إذن أقوم بالتوصيل بين النقاط ركز جيدا عزيزي تلميذ الأولى ثم الثانية ثم الثالثة إلى غير ذلك إذن وفي الأخير هذا هو مخطط سرعة هذه الدراجة بدلالة بدلالة ماذا؟ بدلالة الزمن إذن هذا هو مخطط سرعة الدراجة بدلالة الزمن ننتقل الآن إلى السؤال الذي يليه رابعا حدد المجال الزمني لمراحل حركة مبين النوع السرعة وطبيعة الحركة في كل مرحلة إذن هذا السؤال دائما يطرح بعد المخطط السرعة إذن سأكمل في هذه الورقة إذن رابعا سأرسم جدول الجدول يتكون من ثلاث أسطر أولها المجال الزمني يليها نوع السرعة ثم طبيعة الحركة نبدأ بالمجال الأول مجال أول من صفر إلى ماذا إلى عشرة نرحل أن السرعة متزايدة ثم تغيرت إذن من صفر إلى عشرة من صفر نقطة فاصلة عشرة ماذا؟ ثانية لا أنسى هذا إذن بالثانية نوع السرعة هنا سرعة متزايدة متزايدة بما أن السرعة متزايدة حركة متسارعة الآن المجال الثاني من عشرة إلى ماذا إلى خمسة عشر ركز جيدا من عشرة إلى خمسة عشر ماذا؟ ثانية أو أكتب عشرة ثانية خمسة عشر ثانية نفس الشيء نوع السرعة متناقسة متناقسة بما أنها سرعة متناقسة إذن حركة متباطئة المجال الثالث الأخير من خمسة عشر إلى عشرون إذن من خمسة عشر إلى عشرون ماذا؟ ثانية المجال الزماني نتكلم عن أزمنة إذن نوع السرعة في المجال الأخير ما هي نوع السرعة في المجال الأخير؟ سرعة ثابتة أي حركة منتظمة إذن هذا فيما يخص السؤال الرابع الآن السؤال الخامس والأخير كيف يتم نقل الحركة في الدراجة إذن في الدراجة يتم نقل الحركة بالسلاسل إذن لدينا مسنن قائد مسنن مقتاد وسلسلة إذن وهذا فيما يخص حل هذا الموضوع إذن أي سؤال وسيفسار عزيز التلميذ أضرق تعليق أسفل فيديو وسأجيب عنه في فيديو مقبل إن شاء الله ولا تنساني من صالح دعائك ولا تنسى الإعجاب بالفيديو حتى يصل إلى أكبر عدد ممكن من المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته